وضعت وزارة الصحة تدابير احترازية على المسافرين القادمين من دولة الكويت من خلال عيادة الفرزي ومركز الحجر الصحي في منفذ الخفجي للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا الجديد المركز الآن باستحداثه يعمل على مدار الساعة 24 ساعة على مدى 7 الأيام في الأسبوع يحتوي على ممارسين صحيين ومدعوم بأطباء مدربين ويقومون بالإجراءات الوقائية وعمل الفرز وأيضا عمل سكور سيستم للحالات المشتبه بها والحالات المخالطة إعلان الكويت ظهور حالات مصابة دفع وزارة الصحة والجوازات والجمارك لاتخاذ الإجراءات الوقائية في المنفذ وسؤال المسافرين عن مكان تواجدهم بالفترة الماضية الحمد لله مطمئنين نعم نقوم بجميع إجراءاتنا الاحترازية الوقائية بشكل علمي نتواصل بشكل سلس مع المركز القيادة والتحكم والإدارات الوقائية والوبائية بالمنطقة الشرقية وأيضا بوزارة الصحة جميع المستهلكات المواد الخاصة بمكافحة عدوى هي الحمد لله متوفرة بشكل جيد وسلسلة الإمداد سلسلة متصلة ومستمرة ومحدثة بشكل مستمر الله الحمد وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت اتخاذ حكومة المملكة عدد من الإجراءات الاحترازية منها تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية من قبل المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي أحمد غالي الإخبارية الخفجي